بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مرة اخرى هنعمل مسود جديدة وهي الفرست اللي من خلالها هنجيب قيمة واحدة بشكل منفصل بدون يعني لو عايز اعمل وير الايميل او وير الموبايل هجيبها ازاي فبالتالي تعالى بس نعمل شوية تحسينات هنا انا كنت دايما باستخدم السيلف والسيلف مش هتبقى افضل حاجة لان انا هنا باقول له راحت لي من الموديل لكن انا عايز يجيب لي من اليوزر عشان لما يجي سيليكت التابل يشتغل معايا بدون اي مشكلة وده هيخلينا هنا نحل مشكلة التابل تماما اللي كنا بنعملها مع البيلد اه بمعنى انا هنا بادور على السيلف على هنا هقول له الريتيرن ستاتيك على الاجزاء دي فهقول له ستاتيك بالشكل ده وهشيل بقى التابل ده خالص وهاجي هنا هعمل تابل وهقول له ستاتيك التابل جيت تابل مثل اوكي اللي من خلاله بجيب التابل فبالتالي لو رحت مرة تانية على الدي بي سيليكتور هنشيل بقى التابل ده وهنشيل التابل ده كل ده بيدينا براكتسينج كويسة جدا تخلينا نتعامل مع المنطق بتاع الكود بشكل كويس وادت ديتا راجعة ومفيش اي مشكلة فيها ممتاز فبالتالي هاجي هنا هاخد من الماثود دي وهكررها هنا وهقول وهنا بقى مش هخليه يريترن السلف انا هخليه يريترن الستاتيك عشان يجيب لي الديتا اللي انا عايزها فقط فهنا البيرنت بيجيب لي منه الديتا بيز ده تمام ما فيش مشكلة فيه لكن نكمل هنا هنا بقى في الفيرست انا مش محتاج اجيب الاي دي ولا اجيب الكلامنا كله وهنا بقول له اوبشنال استاتيك وهارجع مرة تانية وهقول له استاتيك بس انا مش عايز اجيب الويرد ليه بقى لان انا عايز في الفيرست ان هو يشغل البيلد كويري على طول اللي انا لما اجي هنا هقول له استاتيك البيلد كويري بتاعتي على طول ومش محتاج بقى الاكزيكيوت ولا كل الكلام ده ليه لان خلاص انا هحضرها بطريقة تانية فبالتالي تعال بقى نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل لما اجي على الهوم واجي هنا لاحظ انا بقول له فايند لا انا هقول له الويرد وهقول له الكلام بتاعي مثلا الاي دي وهقول له ايكوال وان وهقول له هنا فيرست بالشكل ده فهيستال يديني ايه يديني البيانات فلما اجي اعمل ريفرش هيقول لي هنا الاتمت ان هو مش قادر يقرأ الايميل او نل فدي في مشكلة هنا نرجع نبص على الهوم شوف كده ايه البيانات اللي جاية لي من الفيرست هل الفيرست فعلا بيرجعلي البيانات ولا لا فهو واضح ان هو مش بيعمل لي اي حاجة فحتى لو عملت فارد دمب هيقول لي ان هو عبارة عن اوبجيكت وحالته نل ده معنا ان الداتا مش راجعة من السيلكتور بيجي هنا يقول لي كده ريتيرن فهاجي هنا بدلا ما اقول له سيلف هقول له ستاتيك اوكي نكمل مع بعض وهنا دي برضو هخليها كده ستاتيك عشان يوصلي الاخر كلاس انا بعمل له توريس مش بيعمل يعني هخليها ريفيرست مش بالاسلوب ده طيب فكده خلاص طيب الداتا بقى اللي راجعة هل الداتا فعلا جاية ولا فيها عند مشكلة في الفيتش مود فبرضو هفار دمب الجزئية دي وهشوف تعالى كده نشوف هيقول لي فولس معنا ان ما فيش داتا راجعة طيب السيلكت بتاعتي او الكويري بتاعتي حصلة بالشكل المظبوط ولا هي عاملها لي مشكلة تعالى نشوف سيلكت فروم سيلكت فروم سيلكت فروم اليوزرز وير الاي دي عند الكويري بتاعتي مظبوطة ما فيش اي مشكلة ولا تشوفوها شائبة المشكلة فيه مشكلة في الوير هل الوير بتخزن فعلا الداتا وهل فعلا هي بتنفذ الكنديشن بتاعتي لما باجي هنا اقول له وير وبحط الوبراتور وبقول له ستاتيك عشان يخزنها على الكنديشن ودين الوبراتور اوكي فبالتالي طيب تعالى نشوف بقى الكويري اللي جاية من هنا في النهاية هل فعلا لما باجي اقول له وير الاي دي بيديني الفاليو بتاعتي ولا هيعملني مشكلة اه هنا بيعملني مشكلة ليه لان الحد دلوقتي انا ما استخدمتش الget condition values وهي دي بقى اللي انا عايز اوصلها لك نيجي بقى لجزئية الget condition values وهي دي المهمة اللي انا عايز اوصلها لك انا هنا كنت بعمل execute على حسب الاي دي اللي جاي من الفايند صح فبالتالي لما اجي هنا انا هقول له get لكل هقول له static كده get لكل الكنديشن تعالى نجيبها على طول كده copy paste عشان ما نطولش values بالشكل ده فكده هو هيجيب لك كل الديتا اللي جاية من الكويري فبالتالي لما اجي بقى كده بص على البيانات على طول حيديني الوزر في data اوه هنا ال exit اوه هنا ال exit سوري نشيل بس ال exit دي فبالتالي هعمل refresh ادياني البيانات وقال الي اليوزر وبيجاب لي ال data وما فيش اي مشكلة طعب تعالي نرجع بقى هنا وهقول لي يلا اطباع لي ال name ما احلى ال orm وبناء ال orm from scratch طيب لما اجي اقول له email هيجي ديني ال email فكده first لو قلت له بقى انا عايز بحسب ال name اللي هو ال admin بالشكل ده هيجيب لي البيانات تعالي نشوف كده اهو لو جيت قلت له طب انا عايز ال email ده لما اجي هنا هقول له انا عايز ال email ده واجي هنا بدل هقول له ال email على طول هيقول لي فضل ال email طيب لو جيت قلت له like بالشكل ده احنا عارفين ال operator فيش اي مشكلة طيب لو جيت قلت له condition بتاعتي من الشمال واليمين هتلق اي حاجة فيها admin في طريقك اشتغلت معانا وبكده يكون خلصنا ال first نيجي بقى على حركة لطيفة جدا ممكن نختصر كل الكلام ده سوري هنا كل الكلام ده في الفايند هنعمل ايه هنشيل كل الكلام ده ونيجي هنا نقول static نشيل بس حرف تيز زيادة وهقول له where ال id id وهجي هنا هقول له first وبكده يكون خلصنا الفايند وخلصنا الفايند نرجع مرة تانية وهاجي هنا هقول له انا عايزة find تعالي بقى نشيل كل الكلام ده وهقول له انا عايزة find ال id رقم واحد فبالتالي هيديني نفس الحالة بس هنا قال لي ال where فيها مشكلة بيقول لي paste اه هنا سوري ال operator ممكن نعمل حركة في المستقبل تخلينا لو انا مبعدتش اي operator على طول يسجل لي by default القيمة يعني انا ممكن تعالي نعملها دلوقتي والله العظيم لقد نعملها تعالي نشوف هنا لما اجاب اقول له كده طبعا انا عايزة احسب انواع ال operator كلها بس سنهدي مثال يعني عليها احنا هنا في ال where هي وقادي ال condition بتاعتي ففي ال where هنا ال operator ممكن ابعت مكانها طيب ال operator بقى by default هتكون ايه هتكون equal مثلا فبالتالي تعالي نشوف لو جيت قلت على سبيل المثال انا عايز ال operator بص بقى الحتة دي اف ان ال operator اللي هو جاي من ال argument ده is not string مثلا او if not an array وزود براحتي بعد كده في ال operator هقول له ان ما كانتش equal ولا فيها مثلا like على سبيل المثال هيحصل ايه هقول له هتلي ال value تعالي شوف بقى انا هعمل ايه هقول له حطي للقيمة اللي افتراضية بتاعتي equal عشان اسجله على ال operator دي else هتلي ال operator على طول از ان هي تكون value طيب اعملها ازاي بكل بساطة ممكن اخد دي كده واجه هنا اوكي ازا كانت in array هتلي ال operator بالشكل ده else ضف لي by default equal وتعالي تحت هحط نفس الكلام ده هقول له if not an array تعالي نشوف الحتة دي بقى if not an array يعني ما كانتش في ولا واحدة في دول هتلي ال operator as ان هي ال value اللي بتعامل معها بالشكل ده else value شوف الحتة دي بقى حتة جميلة جدا طيب فممكن اجي هنا هقول my operators عشان اجي هنا اخد ال array دي وحطها هنا هقول in array واخد هنا my operators واختصر على نفسها عشان اما اجي ازود في المستقبل هبدل هنا وهنا وخلص نوصل لله وبارك فبالتالي هنا احطيت by default equal في حالة ان انا بعت value في ال operator وتعالي نشي نيجي هنا ننفذ نيجي نشوف هنا في عندي هنا where بتاخد اه اه اوكي خلينا اقول ان value دي by default هتكون كده ممكن اخليها نال عشان لو ما ببعتهاش ما تعملش معي مشكلة فبالتالي تعالي نشوف كده اه كده اشتغلت معايا فبعدت والله بقى هنا ال operator بتاعت equal مفيش مشكلة شايف اه طبعا في بقى where not null والكلام ده كله هنعمله في المستقبل لكن خلينا مع ال where هنديها equal او هنديها like ده بالشكل الافتراض لكن لو بعتها بالشكل ده يبقى احنا كده عملين نعمل skill اه لي ال orn بتاعتنا ونخليها تكون بصورة افضل وكده وفرنا اللي احنا عملنا في find مع الفيرست ونقف على كده ونكمل مع بعض في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته